عمرني بالمطلق مطلقة الأمير هشم ما دويت معاه بالتليفون ما تبادلت معاه مرسلت ما كانت بينه وبينه وسائط هذا الشي اللي كتقول لي أنا كنعتبر بأنه إحدى التوجهات المركزية ديال الجهات القمعية في السلطة ما يفعلون؟ التسلط الآن في أضعف لحظاته في التاريخ إلى سنينة بداية السبعينات ما عندهم مش مشكلة أنهم يكونوا ضعاف عندهم مشكلة أن المطلب الديمقراطي واللي قوي اليوم المطلب الديمقراطي شائع ولكن ما عندوش تعبير قوي وموحد ما الذي يخلعهم؟ يخلعهم أن الجهات المختلفة والتلاوين الفكرية والسياسية المختلفة يأتي بمشروع مشترك الخروج من التسلط القوة والنجة الحركة الحقوقية هو نهار والذين تقول أننا لا نأتينا هنا لكي ندفعوا على أصحابنا نأتينا لكي ندفعوا على مبدأ الحق الإنسان ورغبوا았는데 كانوا سختشلهم على الأفقر ودفعوا على العسكريين وكانوا سختشلهم على الأمازيغيين وكانوا سختشلهم على السلفيين كانوا دفعوا على الجميع لأننا cambioناع ال haha والقانون أنه يتبق على ال fini الله يصبح ٥ على الجميع قتال abraفع الأشراء لكي يضعوا علموظة الحقوق لأن الحقوق ليس له الحقوق دياله هي اننا احنا كنقولوا كلنا احنا باشار احنا مواطنين احنا ناس ديال الحق وحنا ناس ديال الضمانات القانونية للجميع مهما كانت شروطهم ومهما كانت اوضاعهم ومهما كانت العقوبة اللي استهلوها قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو فلاشين فيبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية